أصعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في مسار السوق لجلسة يوم الخميس مرحبا هاني مرحبا لبناء مرحبا بأسادة المشاهدين سوف كالعادة بحلقات مسار السوق نركز على معظم الأسواق الخالجية باستثناء السوق السعودي الذي كان اليوم هناك بعض التباين في مؤشراتها بالفعل إذن لنبدأ مع أبرز عنوين مسار السوق لهذا اليوم تباين المؤشرات الخالجية بنهاية تدولات الأسبوع مؤشر دبي يفشل في التماسك عند مستويات الأربعة ألاف نقطة بضغط من العقار والبنوك تراجع الأرباح النصفية لمجموعة جي اف اتش إلى 13 مليون و600 ألف دولار أمريكي ورئيسها التنفيذي يكشف في حديث لسي نبي سي عربية عن قرب إتمام استحواذ على شركة بقطاع الصناعة الأغذية في السعودية تراجع أسعار النفط تضغط على نتائج طاقة الإماراتية والشركة تسجل خسائر بقيمة 165 مليون دولار درهم بالأحراب النصف الأول من هذا العام والسهم يتأثر سلبا إذن من جديد الآن إلى تفاصيل الإغلاق وخصوصا الأسواق الإماراتية اليوم سوق دبي اللي شهدنا تراجعات عليه بتسعة أحشار النقطة المئوية بضغط من القياديات خصوصا سهمي أعمار وأيضا دبي الإسلامي الأثقل وزنا في هذا المؤشر مؤشر سوق أبوظبي أيضا 17 نقطة المئوية من التراجعات عند 4730 بالتأكد بيكون الهايلايت بالتأكيد لهذه الجلسة أو الأبرز هو كسر مستويات 4000 نقطة للسوق دبي هبوطا والإغلاق ما دونه فما الذي يعني ذلك لفتتاحية يوم الأحد على كل في المقابل هذه هي المؤشرات الكويتية المؤشرات الكويتية خلال الجلسة يوم الخميس كنا عم نشوف تراجع لون أحمر كان واضح ولكن بالفعل مع نهاية الجلسة رأينا عكس الاتجاه لي وخصوصا يعني النشاط واضح كان عن المؤشر السعري الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استطاعت أن ترتفع في مقابل تسييل واضح على القياديات نقطة مئوية واحدة من الخسائل عن مستويات ما فوق الألف بنقطتين في المقابل برثة قطر الآن 17 نقطة المئوية من الارتفاع وعودة نوعا ما للسيولة في هذه السوق كنا قد شهدناها بالتأكيد كان في إعلان لشركة المناعي آخر شركات القطاع الصناعي واللي كان في عنا انخفاض في أرباحها الصافية هذا هو مؤشر سوق مسقط أقل من 10 نقطة المئوية من التراجع يعني يميل إلى التراجع وكذلك هو الحال للمؤشر في السوق البحرينية على كل حال نبدأ مع أخبار السوق القطري كما ذكرت لبناء قبل قليل آخر الشركات التي أعلنت عن نتائجها هي مجمع شركات المناعي التي انخفرت أرباح هذه الشركة المدرجة في البورصة القطرية خلال الربع الثاني بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي تصل إلى ما يقارب 111 مليون ريال كما انخفضت أرباح المجمع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 12% لتصل إلى ما يقارب 274 مليون و400 ألف ريال أيضا في أخبار الشركات انخفضت الأرباح الصافية لشركة زاد القابضة وهي شركة مدرجة في بورصة قطر إذن انخفضت أرباحها الصافية في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى ما يقارب 55.8 مليون ريال أيضا لبناء انخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 15% لتصل إلى ما يقارب 109 مليون و700 ألف ريال وللحديث أكثر عن تدولات السوق القطرية في هذا اليوم ونتائج كل من مناعي وأيضا ذات حسام عن برجي وهو المستشار المالي ينضم إلينا الآن مباشرة مرحبا بك أستاذ حسام وشكرا لحضورك معنا اليوم بداية خلينا نناقش نتائج آخر شركات صناعية التي أعلنت عن نتائج مجمع مناعي بداية خلينا نسلط الضوء على الأرباح التشغيلية للشركة كيف قرأت إذا ما قررناها بالفترة المقابلة منها العام الماضي يعني بالطبع النتائج المالية التي أعلن عنها اليوم تشير بشكل واضح إلى استقراف الإرادات التشغيلية للشركة أما تراجع الأرباح كان ناتج عن تراجع الإرادات الأخرى كان العام الماضي عندنا في شركة المناعي عملية إعادة هيكلة لأحدى الشركات التابعة وكان حققت الشركة من هذه العملية حوالي 300 مليون أرباح وهذا بينما السنة تشير القوائم المالية لأن بند الإرادات الأخرى بحوالي 50 مليون لذلك هذا التراجع في بند الإرادات الأخرى هو من أثر سلبا بالنتيجة على نتائج أعمال الشركة وتراجع الأرباح بالنسبة المذكورة باعتقادي يعني ما زالت الشركة تحقق استقرار في عمليات النشاط الأساسية أو عمليات التشغيلية الأساسية وهذا التأثير مرحلي لن يؤثر بالشكل كبير على النتائج بالشكل العام نعم على كل حال ضيفنا العزيز من العاصمة القطرية الحديث يطور حول المؤشر اليوم المؤشر تمكن من اختلاق مستوى 11800 من جديد الأحلى 11800 وحوالي 57 نقطة ما الذي يعنيه ذلك يعني بالطبع كان عندنا خلينا نحكي من بداية الأسبوع كنا كسانا مستوى 11800 ووصلنا إلى مستويات الدعم عند 11600 نقطة وكان يقلقني فعليا أن وصول المؤشر إلى هذه المستويات مع عدم ضخص يولة جديدة يعني يعني أن ينخفض المؤشر خلال خلال فترة الماضية من مستويات 12600 ومائة نقطة إلى مستوى الـ 11600 ولا نجد سيولة جديدة ولكن من بداية يوم الثنين ويوم الثلاثاء الماضي شاهدنا يعني بعض عمليات الشياء الجديدة يوم كانت في القمة فعليا وشاهدنا يعني بعودة للاستسماء الأجنبي المحدود لعمليات ضخص يولة جديدة في القطاع بعض شركات القطاع المصرفي مثل بنك الدوحة وبنك التجاه واللي السهمين يعني يسهدوا بعض الارتفاعات أيضا يعني بعض عمليات الشياء على أسهم في القطاع العقائي مثل شركة باروال العقائية اللي كانت القطاع العقائي في بداية الأسبوع كما لحظتم كان هو يعني الداعم الأكبر لعمليات الهبوط اللي صارت خلال بداية الأسبوع الحالي لذلك يعني عودة السيولة بشكل محدود مع نهاية الأسبوع وعمليات الدخل السيولة اللي شهدناها إن شاء الله يعني تكون عامل جذب أو حتى عامل استقرار عودة المؤشر بس سؤال مطلوب سيدانس خسام يعني سواء سيولة ولا حركة المؤشر لهم هذه الارتفاعات هي مؤقتة أم ماذا لدت فعل على جلسات السابقة أم ماذا ممكن باعتقادي ممكن أننا نتلمس هذا الشيء خلال خلال الجلسات اللاحقة يعني ولكن أنا أستبشر أن تكون عودة يعني قوية لعمليات الشياء وعودة الاستقرار المؤشر عند هذه المستويات الحالية جميع البيانات المالية أعلنت وكانت في معظمها يعني جيدة وداعمة لاستقرار المؤشر عند المستويات الحالية حتى مع تراجع أسعار النفط وتأثيرها حتى على شركات القطاع الصناعي بشكل بشكل التي أعلنت ولكن تبقى يعني هذه عمليات ضخصية الجديدة ممكن أن تؤثر على استقرار السوق ماء أخرى خلال الفترة القادمة خلينا بس بما أن ذكرت موضوع دخول الفونس الأجانب وقع خصوصا على القطاع المصرفي كيف كان في المقابل تصرف القطري يعني هناك بالطبع مدام هناك في عندنا جهة تشتري ففي المقابل هناك جهة تبيع يعني كنت أشارت أنه ليس بالضرورة أن يكون إن كان المشتري أو أجنبي أو إن كان البارع قطري هناك يعني جهة تغفل عن جهة أو جهة تعلم ما وراء الأكمة كما يقال ولكن باعتقادي يعني عمليات الشراء الحالية عمليات ضخص سيولة جديدة هي من تحكم بالنهاية توجهات الأسهم خلال المرحلة القادمة لذلك كوين كان بعض المحافظة المحلية تقوم بعمليات البيع هذا من حق وطبعا عمليات الشراء الأجانب استمرت وعادت بقوة إلى إجمال السوق وليس فقط التركيز على بعض الأسهم يعني حتى في القطاع المصرفي نلاحظ عمليات بيع أجانب على أسهم بنقطة الوطني وهذا شيء مستمر من فترة وحتى ضغط بسعر أسهم بنقطة الوطني خلال الأيام الماضية إلى وصول إلى مستوى 179 درهم أو 179 درهم لذلك تبقى عمليات تداول طبيعية في حدود الطبيعي الأستاذ حسام عن برج المستشار المالي ضيفنا من العاصمة القطرية الدوحة شكرا جزيلا لك ونهاد إسبوع سعيدة إذن وإلى هذا الفاصل القصير لنعود بعده ونكون مع تفصيل الأرباح والنتائج الربعية والفصلية لمجموعة جي أفاتش مع هاني تراجعت الأرباح الصوفية لمجموعة جي أفاتش في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8% لتبلغ 13 مليون و600 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 14 مليون و800 ألف دولار في ذات الفترة من العام الماضي دعونا نتعرف عن قرب أكثر على هذه نتائج مشاهدين إذن الأرباح الصافية وأتحدث على العائد على المساهمين تراجع من 10 مليون و700 ألف دولار إلى 3 مليون و300 ألف دولار تراجعات بحوالي 69% مقارنة بنصف الأول من عام 2014 لكن الحقوق الغير مسيطرة ارتفعت إلى 10 مليون و300 ألف دولار أمريكي من 4 مليون و100 ألف دولار فمجموع كل ذلك يبلغ حوالي 13 مليون و600 ألف دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 14 مليون و800 ألف دولار في النصف الأول من العام الماضي 2014 الآن لماذا تراجعت هذه الأرباح مشاهدين لاحظوا أولا لدينا تكلفة مبيعات القطاع الصناعي ارتفعت بحوالي 40% من 37 مليون و700 ألف دولار إلى 52 مليون و900 ألف دولار لاحظوا هذه الارتفاعات بالتكلفة كذلك المصروفات التشغلية ارتفعت 12% من 35 مليون و300 ألف دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 39 مليون و600 ألف دولار في هذا النصف كذلك الإرادات الأخرى مشاهدين لاحظنا تراجعات بهذه الإرادات من 41 مليون و900 ألف إلى 85 ونصف المليون دولار أمريكي يعني تراجعات ب87 بألم هذه هي أسباب تراجعات الأرباح ماذا عن توزيع الإرادات لاحظوا كما نتابع الإرادات ككل في هذا النصف الأول من هذا العام بالغاية وثمانية مليون و600 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 98 مليون و300 ألف دولار أمريكي في النصف المقابل من العام الماضي يعني عنا ارتفاعات بعشرة ونصف بالمئة في هذه الإرادات جاءت من أعمال صناعية لاحظوا الأعمال الصناعية تفعت من نسبة 40% في هذا النصف لكن تطوير الأربانية التحتية تراجعت في هذه الفترة من 36 مليون و700 ألف دولار أمريكي إلى أقل من 5 مليون و400 ألف دولار كذلك الأعمال المصفية حققت بعض الارتفاعات في هذه الفترة مشاهدين بحوالي 84 بـ 100 أهم الأحداث المؤثرة على مجموعة GFH لدينا الاستحواذ على مدرسة خاصة في دبي بقيمة 55 مليون دولار الاستحواذ على مجمع تجاري في جدة بقيمة 48 مليون ونصف المليون دولار وتسوية المنازعات مع رؤساء مجلس الإدارة بحوالي 90 مليون و600 ألف دولار أمريكي وفي لقاء خاص لCNBC عربية الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أفاتش هشام الرئيس كان قد أكد بأن أداء المجموعة المالية هذا العام وبداية الربع الرابع من العام الماضي قد شهد تحصنا في الأنشطة الأساسية الاستثمارية كاشفا عن قرب إتمام عملية استحواذ على شركة بقطاع الصناعة الغذائية في المملكة العربية السعودية نعم طبعا نحن عندنا نوعين من الاستحواذات نسويها نوع اللي هو الاستثمارية لغرض توظيف الاستثمارات و syndicating investment على العملاء اللي عندنا وهذه نفس ما شفت سوين السنة كان عندنا المجمع التجاري في جدة وسوين المدرسة في دبي عندنا حاليا في شركة في قطاع الفود في السعودية يتم حاليا الاستحواذ عليه إن شاء الله بنعلم عنها قريبا كيف رح يكون التمويل أستاذ هذه دائما نحن نسوي ما يسمى بالـ من قبل الجيفت وبعدين نسوي syndicate المبسمت حق اللي عندنا هذه نوع من الاستحواذ الاستحواذ الأخرى اللي هي استحواذ استراجيجية نفسنا تكلمنا تحويل الجيفت لمجموعة مالية عندنا الخاجة التجاري عندنا الجيفت كافتة في دبي في عندنا معسصات أخرى في قطاع المالي يتم حاليا التفاوض معهم وإذا ما تم الاستحواذ عليهم بي يكون صليديت مع الجيفت مما يعكس أرباح صليديت بشكل أكبر ويقوي من جيفت كمجموعة مالية طبعا هذا السهم أيضا للبنة وكما مدرج في السوق البحريني وفي السوق دبي كذلك مدرج في السوق الكويت ومن هناك ينضم إلينا الأستاذ ميثم الشخص الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة أستاذ ميثم أهلا ومرحبا بك يعني منك تعليق عن نتائج جيف النصفية والربعية نعم في البداية مساء الخير أنا أعتقد أن واضح طبعا حقوق المساهمين تراجعت لأن هناك تخفيض في رأس المال في البداية وأعتقد أن الأرباح كانت في ظل العوامل الاقتصادية الحالية في منطقة الخليج وفي ظل كثير من معطيات الاقتصادية أنا أعتقد أنها كانت جيدة يعني انخفاضها كانت 8% تقريبا لنصف الأرباح مقارنة في ما يحدث في الاقتصاد بشكل عام لكن هي طبعا بيانات فصلية حتى الآن السنة المالية لم تنتهي هناك الكثير لربما أمام جي أف اتش هناك استحواذات هي توقع أن تكون وفد دراسات جي أف اتش تعطي عوائد مستقبلية ليست حالية تكلفة هذه الاستحواذات الآن لربما هي أيضا كان لها دور في تقليص صاف الأرباح في النتيجة أنا أعتقد جي أف اتش كان يواجه الكثير حقيقة ولديه الكثير من الحديث عبر السنوات الأخيرة منذ عام 2008 تحديدا وحتى اليوم الكثير من الأمور التي تحدثنا عنها حول رأس المال وحول رأس ملة هذا البنك لأكثر من مرة وحول كثير من القضايا الخاصة في الأنشط حقيقة كان عبر السنوات السابقة في منطقة خليجة وتحديدا في الكويت والإمارات نعم أستاذ ميثم إذا ما عدنا الآن إلى سوق الكويتي كان اليوم بالتأكيد في غلبة واضحة للأسهم الصغيرة والمتوسطة على الأسهم القيادية يعني كان واضح نعم نشوف تسييل على القيادات بحوال النقطة المئوية الواحدة وانتقال السعر إلى ارتفاعات وإلى لون أخضر لماذا برأيك كان عندنا خروج من القيادات والأسهم الكبيرة والتوجه إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة نعم أنا أعتقد بأنه طبعا منذ فترة يمكن حتى جلسة الأمس كان هناك تركيز على الأسهم الصغيرة خلال جلسات هذا الأسبوع وخلال حتى الجلسات السابقة مع وجود بعض الجلسات السثنائية عن تقدم لأسهم قيادية مثل بعض البنوك مثل الوطني وبيتك وغيرها من البنوك وإضافتين إلى بعض الشركات الأخرى في قطاعات أخرى مثل المباني وإجليتي وغيرها وزين أيضا لكن حقيقة أنا أعتقد أن المرحلة الحالية لربما هناك بعض البنوك تقوم بين الحين والآخر في المارجن كول وهو عمل يتبيع بعض الأسهم مقابل تسديد مديونيات معينة سواء لأفراد أو شركات ولذلك المارجن كول لربما له فترات معينة هذه الفترات ليست بضرورة أن تكون بمستوات كبيرة من الكميات قد تكون كميات بسيطة ومحدودة لذلك أنا أعتقد بأن مثل هذه الأمور تؤثر على الأسهم الكبيرة دون الأسهم الصغيرة بالإضافة إلى عدم نجاح السوق مع البينات المالية المعلنة للشركات الكبيرة التي حققت الكثير خلال الفترة الأخيرة مع تراجع في التداولات وحجام التداول وهذا أعتقد أمر غير منطقي لذلك المضارب بدأ تثير استغرابة واستعجابة من هذه الأمور وبالتالي تكون استراتيجيات مبنية على الأسهم الصغيرة دون الأسهم كبيرة في مثل هذه الأوقات تحدثت أنه أمر غير منطقي عدم تجاوب السوق مع أسيات الداخلية نتائج كثيرة من الشركات إلى آخره لم نرى هذا التفاعل إلى متى سوف يستمر ذلك ما الذي يقود السوق في هذه الفترة نعم أنا أريد أن أربط هذا السؤال بسؤال آخر هل هناك سيولة كامنة لدى المستثمرين للدخول للسوق أنا أعتقد أن السيولة تستطيع أن تدخل في السوق عندما ترى مؤشرات إيجابية عندما ترى أن هناك محفزات ما هي المؤشرات الإيجابية التي ننتظرها أستاذ ميتام إذا أنت إذنها جيدة نعم البيانات المالية المعلنة والتي كانت في الغالب ارتفاع في صاف الأرباح وفي الارتفاع ونمو في العوائد لم تكن ويجب أن تكون هي حقيقة هي أحد الأسس الركاز الأساسي في أسواق رأس المال بأنها هي المحرك الأساسي لم يكن هذا الحافز الأساسي إذن هناك أمور أخرى العوامل الأخرى التي كانت تؤثر على السوق العوامل المحيطة مثل العوامل الجيوسياسية مثل العوامل الرقابية مثل العوامل السياسة المحلية مثل السياسة النقدية للدولة كل هذه الأمور أنا أعتقد كانت تؤثر على السوق ولذلك المحفز أتفق معنا ضيفنا العزيز أن السوق الكويتي فقط يتفاعل مع الأخبار السلبية ويبتعد عن الأخبار الإيجابية حتى لو كانت أخبار إيجابية تتعلق بالتطورات الجيوسياسية وغيرها من العوامل الخارجية نعم في بعض الأحيان حتى العوامل أو الأخبار السلبية لا يتفاعل معها لأنه أساسا في منطقة سلبية ومنطقة فيها تراجعات على سبيل المثال عندما أعلن في يوم واحد كانت مسألة القضية الخاصة في الملف اليوناني والقضية الخاصة في الأسواق الصين التي عندما تراجعت قبل عدد من الأسابيع الماضية وأيضا كان هناك الاتفاق النووي الإيراني الخمس ساد واحد الذي قد يعطي انعكاس سلبي على أسواق النفط بعد أن تدخل مثلا عندما يتم إزالة العقوبات الاقتصادية على الإيران فلذلك كل هذه الأمور كانت في أسبوع واحد نرى أن الأسواق الخليجية كلها قد تراجعت بنسب أعلى من السوق الكويتي كان السوق الكويتي حقيقة يغرد خرج السرب في الارتفاع وأيضا في الانخفاض في كثير من الجلسات السوق الكويتي الآن يعاني من ثقة يعني فقدان ثقة كبيرة من المستثمرين فقدان الثقة يعود لتراجع حاج في أحجام السيولة أحجام السيولة ما قبل شهر رمضان كانت متوسط تداول يومي يقارب العشرين مليون دينار اليوم نتكلم عن عشر فاصلة أربعة أربعة التي هي متوسط تداول يومي لشهر رمضان استمر في هذا النمط عشر مليون 11 مليون تداول إذا ما اليوم طبعا حالة استثنائية 15 مليون الكل يستغرب لكن إذا ونظرنا إلى توزيع التداولات نجد أنها كانت متنوعة ليست مركزة على سهم واحد لربما تكون هذه حالة إيجابية لكن لا تزال أحجام التداولات غير مشجعة لكثير من المستثمرين والعجوف عن السوق الكويتي في السراء والضراء هو أمر أصبح سمة غالبة خلال عام 2015 الأستاذ ميثم الشخص الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة ضيفنا من العاصمة الكويتية شكرا جزيلا لك وننتقل الآن إلى أخبار شركات الإمارات ومن تحول شركة الطاقة الإماراتية للخسائر في النصف الأول من هذا العام حيث تكبدت الشركة خسائر صافية بقيمة 165 مليون درهم بالمقارنة مع أرباح بقيمة 513 مليون درهم حققتها الشركة في الفتاة نفسها من العام الماضي أيضا انخفضت إرادات الشركة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 29% على أساس سنوي تصل تقريبا إلى 9 مليارات و800 مليون درهم والأرباح صافية لشركة أملاك للتمويل أيضا انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 85% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 10.9 مليون درهم هذا وانخفضت أرباح الشركة أيضا هاني في الربع الثاني صحيح وصلت تقريبا بنسبة 87% مقارنة بالفترة نفسية من العام الماضي إلى 7 ملايين و200 ألف درهم إماراتية إذن بهذا الخبر نأتي إلى نهاية مسار السوق لجلسة يوم الخميس نشكر لكم حسنا المتابعة ونتمنى لكم ولهاني أطلت نهاية السوق سعيدة وللبناء أيضا إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة